الامبلائيكا الكورد اخر حاجة تكلمنا عليها السلايد اللي قبل كده كانت الكونيكتينج ستوك دي الكونيكتينج ستوك قلتلك دي برايمر يميزو ديرم كونيكت الكود البرت بتاع الامبريو مع الكوريون الكوريون اللي هو اسنسيتو تروفلس وسيطو بتروفلس والبرايمر يميزو ديرم هنا ده دي الكونيكتينج ستوك وقلنا ان بعد يحصل الفولدنج افزا امبريو بعد ما يحصل الفولدنج زي ما هنا كده الامبلائيكا الكورد بيبقى في الكونيكتينج ستوك دي تتحول الامبلائيكا الكورد تتحول هنا الامبلائيكا الكورد وتبقى كفرد بالامنيون من كل الاتجاهات يبقى دي الامبلائيكا الكورد وهنا كتقصله كونيكتينج ستوك فهنا the ambivalical cord عبارة عن tubular covering of the amniotic sheath يعني عبارة عن برايمر ميزو ديرم متكون من برايمر ميزو ديرم هنا هو حوالي tubular covering of amniotic sheath متحوط بالايه بكفرنج من الامنيون هنا زي ما احنا شايفين ايه الكونتينت بتاعت الامبلائيكا الكورد اول حاجة وصل من اول فين الامبلائيكا الكورد اول هنا من اول الامبلائيكاس بتاع الامبريو يعني بيوصل هنا من اول الامبلائيكاس بتاع الامبريو وصل لحد الفيتال سيرفيس of the e placenta الحد جزء ده الفيتال سيرفيس of the e placenta زي امبلائيكا الكورد طوله خمسين سانتي ده بيبقى طوله خمسين نورمالي خمسين سانتي ايه الكونتينتس بتاعت الامبلائيكا الكورد ده بقى what is the content of the ambalائيكا الكورد قالك tubular covering of amniotic sheath يعني ده الامنيون اللي هو ده كل ده وهو tubular covering بتاعته ده الامنيوتيك من برين مغطي ايه الامبلائيكا الكورد نمر اثنين primary mesoderm اللي كان هنا ايه ده بيتحول بعد كده المادة اسمها warton jelly يعني primary mesoderm اللي كانت موجودة هنا هي هي دي دلوقتي حابق اسمها warton jelly كان هنا جواها connecting stock كان جواها الالانتويز عرفنا الالانتويز حايديني الابكس بتاعلي هنا بلادر والديستال بارت بتعملي ميديان امبلائيكا لإيه لجم انت حابه هنا الديستال بارت اوف زي ايه الديستال بارت اوف زي الانتويز اللي هو الميديان امبلائيكا لإيه لجمينت هنا نيجي بعد كده كمان remnants of the vitilio intestinal duct احنا عرفنا بعد الفولدينج بتبقى ده definitive yoke sac وبيبقى ده اسمه vitilio intestinal إيه داكت بها هنا vitilio intestinal داكت المفروض بتتقفل بها بيفضل remnants من vitilio intestinal إيه داكت نيجي بعد كده بيطلع هنا هوجو جوه ambilaical cord اتنين ambilaical arthris وبعدين واحد ambilaical vein يبقى اتنين ambilaical arthris carry d oxygenated blood واحد ambilaical vein carry oxygenated ايه blood وبعدين remanence من الاكسرا امبريونيك سيلوم الاكسرا امبريونيك سيلوم الكافة الكبير دا بيختفي على حساب الامنيون كل ما يكبر بيختفي الاكسرا امبريونيك ايه سيلوم في بقية الاكستر امبريونيك سيلوم بيبقى موجود يبقى ده content of the umbilical cord covering of amnion هدي واحد wartongeli اللي هو primary mesoderm remanence من الالانتو انتريك دايورتيكولم هنا هدي remanence من الالانتو انتريك دايورتيكولم remanence في الفيتلو انتستاينال داقت يبقى ده remanence من فيتلو انتستاينال داقت اتنين umbilical arteries هدي اتنين umbilical arteries one umbilical vein واحد هو طبعا بيبقى الفين الاول اتنين وبعدين واحد فيهم disappear يفضل lift umbilical vein هو ده اللي بيتفضل اللي هو واحد umbilical vein كل ده اللي هو الكنستيت ones of the umbilical cord يبقى احنا نحفظ ايه نحفظ ان الامbilical cord ده عبارة كان connecting stock وبيوصل وبيتحاول الامbilical cord بعد الفولدنج بيوصل بين الامbilical بتاع الامبريو بين fetal surface of the placenta وده طوله 50 سنتيم يتغطي بالامنيوتيك ممبرين وبعدين الكنتينتس بتاعته اللي هو وارتون جيلي ده طوله ده طبعا عارفين اذا كان فيه الامbilical ارترز وكان فيه الامbilical يبقى هو ده عبارة عن connection ما بين الماظر وبين بين الفيتس وما بين البلاسنت لما نيجي دلوقتي بص معايا كده الانوماليز of the امبريو بعد الامبريو الكورد ده عيوبه ايه او هيحصل له ايه بعد ما يتولد اول حاجة فيه حاجتين لازم نعرفهم دلوقتي الامبريو الكورد خد بالك ساعة الولادة بيتقطع الدكتور بيقطع الامبريو الكورد هنا عند الامبريو بتاعت الفيتس الامبريو الكورد الاثنين الامبريو الارتريز اللي كانوا موجودين هيتحولوا لليجامنت اسمها lateral ambalical ligament يبقى هنا الاثنين امبريو الارتريز هيتحولوا للateral الامبريو 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 ده حيبقى الامبريو الامبريو دولت اللي هم المين اللي بتبقوا في الامبريو الكورد وبيحصل لهم طبعا الفيتلو انتستاينا الداكت اللي هي بتتقفل كمبليتلي بتبقى دي جينيراتي وتتقفل والفايبرس باند اللي هو الورتون جيلي بتتقفل بتبقى عبارة عن دي ساببير وتبقى هنا عبارة عن كونيكتف تيشو عادي والديستال بارت بتبقى الميديان امبريو الامبريو كل الحاجات دي هتختفي ويفضل بس الامبريو الكورد بعد الولادة زي ما احنا اتفقنا لتشينجز بتاعته الاثنين امبريو الارتريز تبقى الامبلايكال الامبلايكال يبقى امبلايكال زي تبقى امبلايكال اركوا ان دول تحفظهم لانه صحيح ستخدوهم في الاسبيشال امبريو لكن لازم تكونوا عارفينهم من دلوقت الله امبلايكال ارتريز تحول الامبلايكال تحول زي عبارة others زي امبلايكال امبلايكال وكلهم الاتنين حيحصل لهم لازم يحصل لهم كلهم نيجي فيه المفروض ان الامبلايكال كورد بيوصل هنا زي ما احنا شايفين في السنتر بتاع البلاسنتا النهاردة في بعض الاحيان يجي الامبلايكال كورد ماسك في البريفري بتاع البلاسنتا ده بيسمله battle door placenta الده jest attached to the edge of the placenta ده واحد دي اسمه battle door placenta فيسعات الامبلايكال كورد بدل ما يمسك في البلاسنتا لا يمسك في الامناين وبعدين يمسك في البلاسنتا يعني الاول يبقى ات揰ف الي الامناين وبعدين يمسك في البلاسنتا ده اسمه فيلمنتس attachment of the απلايكال كورد فيه ساعات طبعاً إحنا عندنا اثنين أمبلايكال أرترز جوه الأمبلايكال كورد ساعات الإثنين أمبلايكال أرترز دائماً واحد أقصر من التاني فالطويل بيعمل فولد كده يعني الأمبلايكال أرترز law القسير ماشي طبيعي الأمبلايكال أرترز الطويل بيعمل tumult فولد كده الفولد دي بيسموه فولس نوب نوب يعني عقدة يبقى عقدة مزيفة هي مش عقدة حقيقة هي طبيعي لان الامبلايكا الارتري واحد قصير والتاني طويل طويل بيجعب بشوية كده يعمل لي كأنها نوب لكن هي مش نوب دي بيسموها فولس نوب ساعات بقى الامبلايكا الكورد يبقى طويل جدا اطول من 150 سانتي في هذه الحالة والفيتس بيفضل يتحرك جوه اليتوراين كافتي فممكن يعمل لي في هذه الحالة ترو نوب ترو نوب يعني عقدة حقيقية دي بخاف منها لان لو تشدت العقدة الحقيقية ده الدم بتاع الامبلايكا الكورد ينفصل الامبلايكا الارتري والفينز وبالتالي ما يبقاش فيه الفيتس ما يحصلش على الاكسجيناتد ايه بلد اللي هو المفروض يحصل عليه يحصل عليه دي اللي بيسموها ترو نوب في حاجة تانية ممكن قوي اللي هو ابنورمالي لونج كورد يعني يبقى الامبلايكا الكورد طويل جدا لما يبقى اطول من خمسين سنتي او ابنورمالي شورد كورد يبقى الامبلايكا الكورد قصير جدا لازق في البلاسينتا عطول بحيث لما الفيتس بيبقى نازل بتروح ممزوعة معاه البلاسينتا وتنزل معاه دولة اللي هي الانوماليز اوف زي امبلايكا الكورد يبقى الانوماليز اوف زي امبلايكا الكورد في لامنتس اتاشمنت اللي هو يبقى ماسك في الامنيون والامنيون ماسك في البلاسينتا بتل دور امبلايكا الكورد يبقى لما يبقى الامبلايكا الكورد ماسك في البريفري اوف زي بلاسينتا ابنورمالي لونج كورد ممكن الامبلايكا الكورد يبقى طويل ابنورمالي شورد كورد إبعاء العالم